اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نصرة اخباري جديدة وهذا ابرز عنوانها فرحة العيد تتحول الى جنازة كسيدا خيبا في ضواحي سطات والان الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشترك في القناة واعجاب بالفيديو في اول ايام عيد الاضحى تحولت فرحة هائلة في ابن احمد ضواحي مدينة سطات لا مأتم بسبب حادثة سيرين خطيرة وحسب مصادر محلية فان شابا لقي حتفه في حادثة سيرين وقعت بمطاقة بن احمد على مستوى جماعة تولاد احمد بينما عموه اصيب بجروح متفوتة الخطورة وعن تفاصيل الحادث حسب المصادر ذاته سيارة خفيفة انقلبت باحدى المسالك القروية عدة مرات ما ادى الى وفاة الشاب الذي ينحضر من مطاقة تولادة الولاد لاحظات بعد وصوله الى احدى المصاحات الخاصة في مدينة الدار البيضاء واصابة يعمه بجروح متفوتة الخطورة تلقى على اثرها العلاجات الضرورية واضاف المصدر ذاته ان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت اشراف النياب العام المختصة لمعرفة اسباب الحادث كنتم مع نصرات اخبارية الى اللقاء